أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم من حياتنا من خلال برنامجنا هنقدم كل ما هو نادر وإيجابي سواء فني أو قانوني أو حتى طبي أو نفسي أو حتى ثقافي وهنناقش النهاردة موضوع مهم جداً كان عليه كم جبير جداً من التساؤلات والمناقشات على الساحة للوقت هو أهم موضوع يعتبر وهو عن التعديل الجديد بقانون التصالح والحقيقة هيكون معنا النهاردة ضفنا وضيفكم الأستاذ خالد عطية المحامي بالاستئناف العالي فابقوا معنا لبعض الفصل أهلاً أعزائي مشاهدين مرة تانية هنرحب الأول بالأستاذ خالد عطية المحامي بالاستئناف العالي أهلاً وسهلاً بحاجة أستاذ خالد أهلاً وسهلاً نورت برنامج من حياتنا أشكرك أشكرك أستاذ خالد خلينا نبسط الموضوع بتاع التعديل الجديد بقانون التصالح عشان حتى نشرحه إيه التعديل اللي فيه أو إيه اللي تغير فيه لأستاذ مشاهدين هنبدأ بقى أول سؤال مثلاً ما هو قانون التصالح أصلاً بقى كله طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولاً قانون التصالح حينما شرع شرع فقط لتقنين أوضاع المخالفين في زل القانون البناء الموحد اللي هو القانون 119 لسنة 2008 هذا القانون لما شرع شرع فقط لتقنين أوضاع المخالفين وعلشان كل واحد كان في زل القانون 119 لسنة 2008 عنده غرامة أو عنده مخالفة أو عنده وضع في العقار بتاعه ومش مقنن القانون ده تشرع له علشان يقنن وضعه ويكون وضعه سليم حتى يستفيد بمميزات ما كانش يقدر يستفيد بيها من أنه يحصل على قرد من أنه يدخل مرافق للعقار بتاعه طويل فلما شرع هذا القانون شرع هذا القانون وفي لحظة تنفيذية تم وضع مهلة هذه المهلة كانت مدة ست شهور المدة ست شهور ديت كان على الناس المخالفين لتقنين أوضاعهم التقدم بطلب للتصالحات حتى يتم تقنين أوضاعهم في العقار المخالف تمام لما تلع القانون كان حواليه لقت كتير جدا وكانت الناس فهمة أن القانون ده قانون بيطبق بأثر راجعي وأن القانون ده قانون غير دستوري ولكن هو كان فيه لبس كتير عند الناس كتير قوي وهو أن القانون ده قانون شرع فقط لتقنين أوضاع المخالفين فقط لا غير وأن القانون الأصل المعمول به هو القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد وأن ما هو قانون التصالح إلا فقط لتقنين الأوضاع عشان بس ما يبقاش فيه لبس عند الناس وما يبقاش الناس فهمة أن القانون ده قانون مخالف للدستور وأن القانون ده بيطبق بأثر راجعي وأن القانون ده فيه مخالفات كتيرة قوي لا ده حاجة اتعملت علشان لو أنت راجل مخالف من فضلك عندك مهلة قانونية ست شهور حتى تلاتين تسعة الفين وعشرين من حقك أنك أنت تتقدم بطلب للوحدة المحلية بتاعتك بطلب للتصالح علشان تقنن وضع العقار بتاعك وطرق على هذا القانون تعديل التعديل ده يعني فيه أبرز تعديلاته فيه أن كان الأول بيقول أن ممكن مهندس استشاري يكون في عضو اللجنة خبرة 15 سنة تم التعديل وقال لك لا خلاص احنا يكفي أن يكون خبرة 5 سنين برضو كان فيه تعديل تاني بأن كانت الغرامات اللي كانت الناس دفعها قبل كده أو كان واحد عليه غرامات دفعها في المحكمة قبل كده لما كان بيتقدم بطلب التصالح ودفع الجدية فقال لك ده ملوش علاقة لما حصل التعديل قال لك لا كل ما هو تم تحصيله من غرامات حيتم استقطاعه من مبلغ بعد تقنين وضعك وأن بعد أن اللجنة تقرر المبلغ اللي أنت المفروض تدفعه حيتم خصمه من المبلغ اللي حضرتك كنت دفعه قبل كده كغرام على العقار في زل القانون 119 بالضبط كده اللي سنة 2008 وبرضه كان فيه كمان أنه كان الأول كان المفترض أنه كان فيه محظور على تغيير كان فيه كده حظر على تغيير استخدامات للمناطق التي صدر لها مخاططات تفاصيلية معتمدة من الجهة الإدارية يعني هي بالبلد كده زي ما هو في المدن الجديدة كانت فيه مناطق متأسمة مناطق سكنية وفيه مناطق مناطق خدمية وفيه مناطق مناطق صناعية فمفعش أن أنا أجي مثلا أفتح في منطقة صناعية أفتح منطقة خدمية أو أفتح منطقة سكنية ولكن جي في التعديل وقال لك لا إحنا يجوز أن إحنا بقرار من الجهة الإدارية هم يتراء لهم بتعديل هذا التخطيط وده وفق ما يتراء للجهة الإدارية تمام؟ جت لفظة كلمة الكتلة السكنية المتاخمة وقال لك لأ دي مش واضحة قوي قال لك إحنا عن خلافة تعديل الكتلة السكنية القريبة اللي هي تبقى قريبة ودي أوضح شوية ودي هيحط لها برضو الجهة الإدارية معايير وحدود علشان في الآخر تبقى برضو واضحة لكل الناس دي تعتبر أبرز التعدلات ما فيش تعديلات برضو يعني اللي احنا نقول مهمة أو يتهم الناس قوي أكتر من التعدلات اللي هي كانت تهمهم إن كان فيه غرامات ده كانوا بيأخذوا مني الغرامات وبعد كده بقيت تدفع بالضبط كده لكن لا التعديل لا يا سيدي أنت أي غرامات دفعتها أو أنت أي غرامات تاخدت منك في ذلك القانون القديم لا حتستقطع من المبلغ في التصالح ده الإحصايات كمان الأخيرة أثبتت أن نص مباني مصر تقريبا مخالفة ما هو الحصر حتى الآن 3 مليون ونص تقريبا 3 مليون ونص مخالفة بالضبط كده وما تقدم للتصالح ما يقرب من 350 ألف طب إيه هي آلية قانون التصالح؟ آلية تنفيذه آلية تنفيذه آلية تنفيذه حضرتك أن يتقدم طالب التصالح بملف فايل موضح فيه صورة بطاقته وصورة محضر مخالفة إن وجد أو إن كان فيه محضر مخالفة ومعها صورة عقد الملكية تمام ومشفوع هذا الملف برسومات معمرية للعقار مختومة بمكتب استشاري معتمد وكذلك رسومات إنشائية برضو معتمدة من مكتب استشاري وبرضو فيها نوطة حسابية لتصميم كل قطاع من قطاعات العقار المخالف برضو معتمدة من مكتب استشاري وبرضو تقرير سلامة إنشائية برضو معتمد من مكتب استشاري وتقرير فاني عن السلامة الإنشائية للمبنى يفيد تحمل المبنى إنشائيا برضو معتمدة من مكتب الاستشارة عشان لو مثلا المباني المخالفة اللي فيه أو الأدوار الزيادة هل تستحميه ولا لأ؟ بالضبط تجيب تقريبا استشارين كان التعليق وده لنهي استمعا كنت حدك حتقدم على تعليق أن التعليق داية هل الإنشائيات للمبنى هتتحمل التعليق لحضرتك حتعليها دي ولا لأ وكمان كان فيه قبل التعديل كان فيه حتة حق الارتفاق حق الارتفاق دي كانت محظورة لأ قال لك لأ بعد الاتفاق مع ذوي الشأن حق الارتفاق دا اللي هو إيه اللي هو أنا ليه جار وجار دا أنا تعديت على حقه تعديت على حقه بأن أنا طلعت بروز فحجبت عنه مثلا الشمس كان جار ليه ملاصق فتحت شباك عليه تعديت على جزء من أملاكه وأنا مبني أو استقطعت جزء من أملاكه بيحصل فعلا بالضبط كده فده اسمه حق الارتفاق فالقانون بعد تعديله قال لك لأ أنت يجوز مع بعض زوي الشأن أن أنتوا تتفقوا وتعملوا عقد والعقد دا بيتوسط في الشهر العقاري وتتقدم بالعقد دا لطلب التصالح وبيتم التصالح فيش أي مشكلة خالص طيب وهو على فكرة وشرط برضو للتصالح أنك لما تتقدم للتصالح هم دلوقتي بيشترطوا بطلاء كامل للعقار بطلاء وجهة كامل للعقار واستسنوا من دا القرى تمام اه طيب إيه الحالات اللي بيتم رفضها أو ما ينفعش فيها قانون التصالح الحالات اللي حيتم رفضها هي الحالات اللي حيكون نص عليها القانون ودي 8 حالات نص عليها القانون في القانون 17 وهي أول حاجة تعدي على خط التنظيم وحقوق الارتفاق ولكن حقوق الارتفاق احنا قلنا بقت فيها تعديل وهي مشروطة بأنك أنت لو اتفقت مع جارك وعملت عقد اتفاق وروحت أشهرته في الشهر العقاري نجوز أنك أنت تعمل التصالح ولكن حق التعدي على التنظيم ما فيهوش تصالح النقطة التانية البناء على أملاك الدولة النقطة التالتة الأعمال التي تخلي بالسلامة الإنشائية للمبنى تختلف طبعا إذا كان المبنى اللي تم خلفته ده عالم مباني مملوكة للدولة على الأرض مملوكة للدولة ولا أرض الزراعية صح كده؟ بالضبط كده لأن الأرض الزراعية هنتكلم فيها في جزئية الوحدة لأنها عايزة شرحة كده مبسط كده عشان الناس برضو تفهموا تمام؟ احنا بس هنوضح التمن حالات اللي المفروض حضرتك مش هتقدر أنك أنت تتصالح اللي نص عليها القانون التمن حالات دولة اللي هي أول حاجة خالص تعدي على خط التنظيم وحقوق الارتفاق ولكن حقوق الارتفاق ديت ديت فيها استثناء ولكن أنك أنت لو رحت مع جارك واتفقت وعملت عقد اتفاق عقد الاتفاق أشارته في الشهر العقاري يجوز كده أنك أنت تقدم على طلب التصالح تمام؟ وبتقدم طلب التصالح عادي خالص في خلال 30 يوم وفي حالة أنك أنت بتأسف بتقدم طلب التصالح ولو في حالة تم رفض الطلب بتعمل تظلم في خلال 30 يوم وعندك 90 يوم لو اللجنة مردتش عليك أنت طلبك قبل بقوة القانون تمام؟ بالنسبة لأعمال تالت حاجة الأعمال التي تأخلى بالسلامة الإنشائية للمبنى ورابع حاجة المخالفة الخاصة من المباني والإنشاءات ذات الطراز المعمالي المميز والحاجة الخامسة أنك حضرتك تجاوزت كيود الارتفاع المقررة من وزارة الطيران المدني والحاجة الستة البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأسار وحماية نهر النيل والحاجة السبعة تغيير الاستخدامات للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ودي وضحناها أن في التعديل أصبح لها استثناء وهي قبول الجهة الإدارية في حالة أن كنت حضرتك غيرت هذا فالجهة الإدارية لها الحق أن هي تقبل ذا أو ترفض لكن على المطلق ما بقاش موجود لا بقى فيه استثناء وآخر حاجة هي البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة والبناء على خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة هو قال لك أنت بس فيها استثناءات أو تلات استثناءات كده أن حضرتك يكون فيه كتلة سكنية والكتلة السكنية دي دي ستبقى موضحة بالتصوير الجوي اللي تم في 227 2017 أو أن يكون فيه مشروعات حكومية وقيمة ذاتها نفع عام أو اللي تم استثناءه من القانون القديم اللي هو القانون 119 لسنة 2008 دي يعتبر ترتيب ترتيب كامل البناء جديد كمان للربين حتى الاستثناءات اللي كانت في القانون كانت بتقول أنك أنت لو تم البناء على أرض زراعية ولكن بخدمة الإنتاج الحيواني وخدمة الإنتاج الزراعي فهنا فيه نص استثنائي في القانون أنك أنت ما فيش مشكلة ولكن بعد موفق الجهة الإدارية نرجع تاني الموقف المباني المخالف على أراضي الزراعية موقف إيه؟ طيب بالأراضي المبنائي على أراضي الزراعية إحنا أولا نتكلم على مبدأ عام ومبدأ دستوري كمان وهو عدم البناء على أرض زراعية يعني قولا واحدا مخالفة البناء على الأرض زراعية لأن قانون الزراعة غلز العقوبة حتى في تعديلاته الأخيرة ونص فيها على أن العقوبة أصبحت من سنتين لخمس سنوات حبس وجوبي وغرامة تصل من مئة ألف حد أدنى حتى خمسة مليون حد أقصى فتغليز العقوبة ده كان ليه استثناءات كان ليه استثناءات وردت عليه لستثناءات أن أنت حضرتك تكون باني داخل كتلة سكنية كتلة سكنية يعني لما تم التصوير الدور بالضبط كده أن فيه أرض زراعية وفي وسطها كتلة سكنية وكتلة سكنية دي مش عقار ولا عقارين دي مجموعة عقارات منطقة كاملة بالضبط كده وده اللي تمت حاصرها بالتصوير الجوي اللي تم في 2017 تمام كده؟ وإن كمان استثناءات اللي تمت على الأراضي الزراعية كابونة برضو اللي أنا قلت لحضرتك عليها أن يكون فيه مشروعات حكومية بتخدم النفع العمل معمولة للنفع العمل تمام كده؟ طيب الكتلة السكنية اللي موجودة دي لها شروط؟ آه لها شروط مش مجرد مباني كده وخلاص أول هام خالص لازم يكون مبنى كامل وتاني هام لازم يكون مأهول بالسكان وتالت هام لازم يكون كامل المرافق ورابع هام لازم يكون مبنى على أرض فقدت مقومات الزراع أو بقى لها مثلا مدة بايرة بالضبط كده فقدت مقومات الزراع اللي هي الأرض البايرة تمام كده زمين أصلا كمنا نسمعك إن أي حد عايز يبنى على منطقة مثلا زراعية كان يسيبها ببور كام سنة عاشي يغباء حكم بعين يبنى عليها صح كده؟ ده على قانون قدين قبل ما يتعدل بالضبط كده فهو دلوقتي علشان حضرتك يعتمد التصالح بتاعك في بنائك على أرض زراعية لازم تكوني داخل الكتلة السكنية والكتلة السكنية دي بالشروط اللي أنا قلت لحضرتك عليها من شوية نكون مبنى كامل وأن يكون مأهول بالسكان وتكون المرافق داخلة كاملة ليه بالضبط كده وكمان ده وفق التصوير الجغرافي كمان هو فيه بقى هنا اللابس شوية نقل لك أن احنا مش هنقدم تصالحات بعد التصوير الجوي اللي تم في 22-7-2017 ولكن هو ما نصص صراحة في القانون على كده وعشان كده أنا بقول أي حد يقدم طلب التصالح طيب الغرامة اللي حضرتك قلت عليها بتتحدد بناء على إيه؟ عن ميسيح؟ بص حدرتك هو كان رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الترمية المحلية ووزير المالية واجتمعوا على أنهم حطوا مبالغ المبالغ دي اعتبروها بحد أقصى لمبالغ الغرامة وكانت على النحو التالي تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جديد التصالح لمخالفات الرسوم المعمرية الإنشائية في المدن 20 ألف وفي الكرة 5 ألف تمام ومخالفات الردود لو في ردود المخالفات الردود دي في المدن 40 ألف وفي الكرة 10 ألف تمام ومخالفات الزيادة في سطح الغرف في المدن 50 ألف وفي الكرة 12 ألف تختلف أكيد من مكان بالضبط كده ومخالفات بناء دور السطح 80 ألف للمدن و20 ألف للكرة تمام والبناء بدون ترخيص حدد للمدن 160 ألف وللكرة 40 ألف وللعواصم 250 ألف ده تحدد نهائي ما فيش فيه أي تغيير ده نهائي يعني أنت مهما كانت اللجنة تحدد المبلغ اللي حتدفعه ده الحد الأقصى اللي حضرتك حتدفعه قد يكون أقل ولكن ده الحد الأقصى اللي حضرتك حتدفعه تمام؟ وأما بالنسبة لمخالفات تحويل البدروم لنشاط غير مرخص 120 ألف جنيه للمدن و30 ألف جنيه للكرة تمام كده؟ ومفروض أنه في حالة قبول الطلب حيتم خصم المبلغ المدفوعة وفي حالة رفض الطلب حيتم استرداد المبلغ المدفوعة تمام طب ليه المباند أجيه لمدة 6 شهور؟ والله دي سياسة من الدولة وهي أن عملية حصر للغرامات والمخالفات يعني أنا ما بقاش أنا عمال أقنن في أوضاع غلط وعمال أحصر في غرامات والناس برضو في نفس الوقت يشغال فأنا كده عمال أجيب الغرامات الأديمة وفي غرامات جديدة لا أنا حقق وحوق في الدنيا 6 شهور وعمل عملية حاصر الغرامات وقنن الوضع وبعد كده أفتح الدنيا تاني إن شاء الله طب إيه الحالات اللي ممكن تتعاود لما يحصل عندها إزالة وكذلك؟ والله يا فندم ما فيش بصي السؤال ده مطط شوية لأن أنت عندك حالتين الحالة الأولينية وهي أن تم الإزالة تم الإزالة وحضرتك بني على أملاك دولك ده كده مش حيتم التعوين طب تم الإزالة في أملاكك ولكن في مخالفات المخالفات دي تبقى أن القانون 119 لسنة 2008 بالعكس ده مش حضرتك حتعوضي ده حضرتك حيتم الإزالة وعلى حسابك كبير التعويض في القانون ده جي على سبيل الحصر في أن الدولة تقتنس من حضرتك ملكية للنفع العام أنا عندي أرض الأرض دي ملكي فيش غبار عليها مش مجرد إزالة مخالفات أصلا لا يا فندم لا 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 مجرد أن أنا عندي حاجة ملكي والدولة شايفة أن هي في المكان ده على طريق دي أو على الكبري الكبري ده حيكون فيه نفع عام هنا من حق الدولة تاخد مكاني وتعوضني التعويض لنصع للقانون لكن بالنسبة لموضوعنا قانون التصالح فيش حاجة اسمها أنا حاخد منك المبنى وعوضك فيش كلام ده ما أنت إما باني على أملاك دولة يا إما باني في ملكك ما لي عاملك دولة ما ليكش تعويض قولا واحد باني على ملكك ما أنا أزلت لك ليه ما أنا أزلت لأنك مخالف أكيد أكيد أنت يا راجل خلفت القانون 119 لسنة 2008 وبناء عليه صدر حكم قضائي ضدك بالإزالة أو قرار من الجهة الإدارية بالإزالة وبناء عليه حيتم الإزالة وفق القانون سعر طيب لو الأراضي أو الإزالة الإزالة دي حصلت على أرض ملك الدولة نفسها بيبقى إيه الوضع ما فيش أي حاجة غير الدهوة بيتم الإزالة وبيتم تغريم المواطن اللي بنى على أملاك الدولة يعني إزالة وغرامة كمان طبعا طبعا غير مضوع أرض الزراعية أصلا لا يا فندم لا مضوع أرض الزراعية ده حاجة تانية لكن أصلا بناء على أملاك الدولة ده قولا واحدا لا يجوز فيه التصالح ولا تسقط بالتقادم على فكرة نهي لا خالص يعني أنا مش حابني على أملاك دولة وقن وضعي وقعد سنوات معينة وبناء عليه أمتلك هذه الأرض مثلا بالتقادم المكسب للملكية خالص خالص ولا مئة سنة في الآخر أملاك دولة وحتسترد دولة بصراحة الموضوع طويل مش عايز حلقة واحدة هو عايز حلقات بس هو وقت الحلقة اللي قصير جدا بزرطة احنا حابنا بس يعني نوضح بس حاجات صغيرة كده للناس نبسط المفهوم بس فكرته الناس تفهم انك انت ما عندكش مخالفة انت لأمن إيه ما تتقدمش الاتصاله خلاص هو القانون ده تعمل اللي عنده مخالفة وكان عنده مخالفة في ظل القانون القديم ومش عارف يعمل ايه مش عارف يحل وضعه فالدولة ديتك فرصة انك انت تتقنن وضعك بحيث انك انت يبقى وضعك قانوني سليم ولو مش عارف تدخل للعقال المخالف بتاعك مرافق هتقدر تدخل مرافق ساعتها وتقدر تبقى زي الفرد طيب ايه هو مدى دستورية تطبيق قانون تصالح بأثر راجعي هو مالوش علاقة بالدستورية وعدم الدستورية لانه هو مش بيطبق بأثر راجعي بص حضرتك القانون ده لما تلع القانون ده لما تلع تلع علشان يقنن وابعك بمعنى ايه في قانون قديم في 2008 تلع بناءا عليه حضرتك بقيت مخالفة عملت مخالفة معينة تبقى للقانون ده وبقيت مخالفة طيب المخالفة دي عبارة عن ايه عبارة عن مثلا مثلا ازالة للدور عندك ازالة للدور اللي عندك ده خلاص انت كده مضطرة انك انت كده كده هيتنفذ عليك هذه الازالة طيب صدر لك قانون يقنن وابعك ده لو انت السلامة الانشائر المبنى عندك تمام والتعليا عندك مفهاش مشكلة وجبت اشارات معتمدة من مكتب استشاري تقدر يتتقدمي الطلب للتصالح وتقدر لجنة تنزل وتشوفي الدنيا والدنيا تمام بتحددلك مبلغ تقنني بيه وابعك وبتدفع المبلغ وبتاخدي ما يفيد من الدولة ان تقننت وابعك يبقى المشكلة اللي عندك قضائيا اتحلت وفي نفس الوقت هتقدر يتحلي مشاكلك مع المرافق فهو مفهوش حاجة اسمها تطبيق بأثر راجي هو مش بيتطبك بأثر راجي هو بيطبك وفترة معينة كده بيطبك لتقنين الاوضاع فملوش علاقة خالص بانك انت لان اقولك على حاجة ابسط حاجة خالص هذا القانون صدر ولم يصدر به مادة واحدة او لم ينص فيه على مادة واحدة في عقوب معقول مفيش عقوب يعني انا مش هتصالح انا مخالف ومش هتصالح في عقوب عليك فيش عقوب وبعدين ولا اي حاجة خالص حيطبك علي القانون بالبناء الواحد 119 لسنة 2008 لكن انا متقدمتش للتصالح خالص وفي حد حيحسبني محدش هيحسب برضو الوقت قصير جدا والموضوع ده فيه كلام كبير قوي وكلام كتير قوي لان فيه حلاب بتبقى فيها شيء من الغرابة في كل الازالات اللي حصلت دي بالزبط بالزبط معلش هي الوقت الحلقة انتهت وبنشكر الاستاذ بنشكر الاستاذ خالد عطية المحمد باستئناف العالي وبنشكر الاستاذ احمد وهبة المنتج الفني لشركة كيرو ميديا بروديكشن والاستاذ احمد عبدالغني مدير تسويق الشركة وانتظرونا في حلقة قادمة ان شاء الله من برنامجكم من حياتنا